موسيقى السلام عليكم اصدقائي ماشاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بديو فيديو مجدد فيديو اليوم فيديو خاص دقتيتات كل ما تحمقشي الهدو بخطيف الفيديو بغيت نشارك معكم طريقة كيف تستعمل القطة الصغيرة التي تكون فيها براغيت فبساعد الاسئلة اعطينا الاسم الدواء التي تعملي القطة في عليك انا اخوتي اعمل مجدد فيديو مجدد البراغيت و انا كل يوم اشارك معكم كيف سأعمل هذه الدواء الدواء التي تستعمل انا مع العلقين جميع انواع الادوية ولكن انا كنتستعمل واحد الدواء التي تستعمل مدة طويلة في هذه الحدثة لا تبدو لانه صراحة يجب نتيجة ولكن انا أريكم ثلاث طريقة كيف ستعملون ومدة طويلة اخوتي نريد ان القطة تكون كاملين فيهم البراغيت حاجة طبيعية لانك احلاق فيهم فعادي ان نستجيل في هذه الحدثة لا يمكنك ان تروني احد اخوتي او اخوتي اخوتي كاملين فيهم البراغيت مطلع اذا كنت ستجيب اخوتي 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 كاملين ستجاب اخوتي 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 ان السوق اخوتي 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 ستجب اخوتي اخوتي وعيد ان يجدون البرغود في هذا القط يجب ان يستعملون صابون وشامفون ويستعملون بشامفون وشامفون الخاص يمكننا نغسلها بشامفون عادية نغسلها لما كانت فيها البرغود ولكننا سنعملون بشامفون الخاص بالبرغود لكي يقلل بعد النسبة البرغوط و نعملها الدواء البرغوط و البرغوط لا يوجد مرة واحدة و سوف نعمل الدواء كل شهر و يستعمل الدواء كل شهر على حسب الدواء حسب الدواء تبقى الفعالية في جيد القط فان شاء الله سوف نشارك معكم هذا كيف نعمل الدواء 90 يوم حسب الدواء لا يوجد فعالهم لان كل شهر لانهم والدين لا يوجد فعالهم لانهم الأم لم يكن لديه تفهم و لا يوجد نزيد لان الواجاة جميعنا اضعوا البرغوط اما حسب الاستعداد اضعوا البرغوط انا أتركها تنبذيش وضعها 1 تضيفت لذلك نحضر مع لذلك قويها لذلك كما نخلط لكم فيما يريد تريد رطعها لذلك ندعجها سوف اقدمها نحدثها مع الوضع لذلك نرد تجربه فيديو كيف شريك من قطاء او ام تردعها او ام تردعها او اجبعتها في الزنقة و ادخلوها تردعها كيف تخلطوها كيف تخلطوها مع او زيدة و القطة تردعها ان شاء الله سوف نزلكون فيديو لان يجب ان يزيدون قطة صغيرة اصغار و ام تردعون او لما عندهم او او لما عندهم قبل ان نضعها مع القطة لان يجب ان تردع قطة الا او لان تردع من نجب ان تردعها لان فيها البطات فاعداء الحليب الحليب يجب ان يجب ان تحضر الخطة في السورة او البابيرون الخاصة في القطة فاعداء الحليب من ان تنصحكم أراد الحليب الخاص بالقطيطة انتوما لكم حرية الاختية شريو حليب خاص بالقطيطة الخوتي خاص لا يوجد لكتوس ودية القتيطة حاولوا ان تكونوا على الحليب الخاص بالإنسان وانتوما لا يوجد مشكلة ركعتمشي وشريوه وكتبه تمرد وكتبه تقولوا اه مرتبطة ومريدة ومعارشت شمالها ما لها ركعت الحليب خطيطات أشخاصة بلطفى بأسفل الخطيطات تشغيل نفسه كثير خطيطات يتعالج وعادة تقنية وعادة صغيرة وكثير هذا النسائح نسائح عن تجريبة نفسه هذه الخطيطات بإمكانكم هذا كنس عمل القطيطة هو عبارة على رشاش في قطة الحجارة ولكن خصوصنا نعمله القطيطة دينا كل شهر يعني القطة ديالك مدى الحياة هي عندك كتعمل لها الدواء ديال البرغوت هذه يجب الناس يفهموها دواء البرغوت ما كتعمل شي غير مرة دواء البرغوت ما احد القطة عندك وتينا دائما كتداويها ودائما قطة كتعمل لها هذا الرشاش كواقي وككاتل البرغوت بالنسبة لما ديرو خوتي على حسب كيعمل 25 فرنك يعني 250 درهم وكيين اللي صغير عليك يعمل وقيل شي 120 أو 150 درهم خوتي ولا معاوز بكبت شحال مهم 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 بخونت لايه هذا اللي كنتستعمل كيين بزاف الانواع دواء الباب بيد اللي كيتعملو حته هما ولكن انا كنتستعمل دار الشاش بالنسبة لكي تزياني كيجيمي مزيان وفي واحد كمية مزيانة كمية القطة اللي عندي فخوتي بالنسبة ايضا كنتستعمل بحتى الشامبوان بالنسبة لشامبوان وخوتي كنتستعمل واحدة شامبوان ديجا كنتم بتاريته معاكم حتى هو مزيان هو ديال البيبي الانسان ديال الاطفال كانت تزياني كمية مزيانة مزيانة وداء رجعت كنتستعملتها هذا مزيان صراحة ديال البيبي الانسان بالنسبة لها الكتاه مغاننستعمل هالشامبوان دابا سنستعمل هالدواء حتى دوز واحد ثلثية عاد سنجدها بهذا الشامبوان يعني دابا سنستعملها غير فخونت لاين لانهي فيها وفيها برغوط بزاف يعني ما الافضل انا عملها فخونت لاين يعني اللي كان خاف تمشي لكي ما قلت لكم تعالي نقطيطات ياخرين اللي باقي نخلقو وهادوك باقي صغار يعني ماذا ما وصلت عندهم تا عشرين يوم فميمكنش نغسلهم لنمشوه تعادو فخوتيات شامبون هادا مزيون بزاف اكتب ديالكم كانوا صحكم بي يعني لما نتاغ تغرد يعني ما ماشي كان عملو من اشهار او لهادي انا اتواكن شريب فلوسي ما يعني اتشي علاقة بالشركات وما غاليش ره رخيص فوقي لكي عملو 35 درهم او 40 درهم فرحة مكعقش الى الاتمينة بالطبس ما بحال هادا كمشي حاجة غالية وتفرق الله راه فيه وما دخوتي كنت تستعمله باش كنغسل القطط ديالي واي شامبوان خاص بالبارا غيت راه بزيال القطط ديالكم غيت دواء ضروري من دواء دواء ضروري عندكم في الدار محلول دواء ثانية الدواء ضروري محلول الدواء ولكن الدواء لا تستعمله نهائيا شامبوان تعملون دواء لا تستعمله انا مستعمله ليستيبس فاوهد كوني نفعني الكثير باستيبس طريقا نفعل الأطباء نضع رجشة نفتح لها خلالة شعرها نفتح لها بحقا نفتح لها نحن نفتح لها ونبدأ بحكم بيدتي لتدخل في الجلده لا تعملوش اخوتي تحت الفم وفي العوق لا تعملوش في الجسم باتاتا نعملو غفة جيه هادئة فوق الرقبة لان هذا الماكن لا تقدر شهية تلحسه هذا الماكن اخوتي لا تقدر شهية تلحسه وكي لا تستمر بانك طبقة صغيرة لا يوجد المناعة وشيقة كبيرة واصلا هادوه هادوه ما تستعملش نعملو غفة فوق الرقبة وكي يتعمل لحت العونق وكي يتعمل في الجهة المؤخرة بالنسبة لها القيطة صغيرة نعملوها غفة فوق الرقبة كافي في القطة دينا نخليها في واحد البلاسة نحن نخليها في فراشة خوتي نهائيا حاولو انكم تخليها في قطة دينا تكون حدها فراشة عملوها في شي موضع بوحدة وانشي يتخاوي وانكم لا تخلطوه لا تخلطوه وانشي وكي يشمد ذاك الريحة ينقذ منها وتخافو انه يمشي يفتح في ذربية وانشي يمشي التجربة وانشي يتخص في قطة وانشي يتخلط وانشي يتخلط اعطيه الفيديو مع الاصدقائكم باستعمل فائدة على الجميع و لا تنسوا انكم تبقى اجداد و لايكي و اخوتي الفيديو باش يوصل لأكبر عدد الناس ممكن